الموقف اليوم الوضع على الحدود الجنوبية والتوتر المستمر منذ أكثر من شهر والحدود الجنوبية لم تهدأ والاستفزازات التي يقوم بها جيش الاحتلال متواصلة والأصح أنه منذ مناورة العبور التي نظمتها المقاومة الإسلامية في ذكرى عيد التحرير والتحركات عبر الحدود تعبر عن حال هستيريا يعيشها كيان الاحتلال وجيشه المذعور رغم الكلام المرتفع السقوف عن حرب متعددة الجبهات السعي لاستكمال بناء جدار الفصل على الحدود هو عنوان الاستفزازات الجديدة والجدار علامة ذعر لا قوة خلفيته واضحة وهي القلق من العبور ومناورة العبور بالمناسبة تعمدت فيها المقاومة إظهار فقرة خاصة عن اختراق الجدار في مناطق العديسة وكفرشوبة ومزارع شبعة وامتدادها تقع العديد من النقاط التي يمكن العبور منها نحو إصبع الجليل الذي يعتقد جيش الاحتلال أنه سوف يمثل أبرز وجهة للعبور عندما يتخذ فيه القرار في أي مواجهة مقبلة لكثافة المستوطنات وعدد السكان فيها المشكلة التي يواجهها جيش الاحتلال في هذه المنطقة أنه مضطر للاختيار بين بناء الجدار في مناطق لا تتضمن نقاطاً يعترض لبنان عليها منذ العام 2000 على الخط الأزرق وما فيه وجاء القرار 1701 يدعو الأمم المتحدة إلى حلها ووضع إطار لتجاوز إمكانية انفجارها وقام الاحتلال بتعطيل مشروع الحل القائم على تسليم مزارع شبعة وتلال كفرشوبة والقسم اللبناني من بلدة الغجر إلى اليونيفل وإذا قرر الاحتلال بناء الجدار خلف النقاط المختلف عليها يكون قد سلم بالانسحاب منها وهو يعتبرها صمام أمن احتلال الجليل وإذا أصر على بناء الجدار في النقاط التي يتمسك لبنان بهويتها كدولة وشعب ومقاومة فعليه توقع مواجهات لم يرى بعد إلا العينات البسيطة منها التصعيد الأخير المتصل بالخيم التي تمت إقامتها في منطقة مزارع شبعة ويقول جيش الاحتلال أنها تعود لحزب الله ويقول الإعلام الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال ناقشتها واعتبرتها تحديا تفتح الباب لمواجهة يعرف جيش الاحتلال أنها إذا بدأت يصعب السيطرة عليها بينما التراجع هنا يعني هزيمة في معركة لم تقع لذلك هو في مأزق بين الخيارات ويمكن لأي شرارة أن تشعل الوضع الموقف اللبناني المطلوب من الحكومة هو رفع الصوت تضامنا مع الجيش والشعب والمقاومة الذين يواجهون استفزازات الاحتلال واعتداءاته ترجمة نانسي قنقر